سيد ماجد الباحث والكاتب اليمني لو نتحدث عنه هناك جبهات عدة تشتعل الآن في وجيه الحوثيين بالتأكيد أحد تغيرات الفارقة منذ لحظة الافتراك بين الحوثين وصالح هو هذا النشاط المتزامن إذا صح الوصف نحن لأول مرة نشهد عمليات متزامنة في أكثر من قبهة قبهة البيضاء قبهة الحديدة وأيضا قبهة نهم وسابقا من قبهة البيحان هكذا مسار من الضغط العسكري المتعدد البوابات يربق جماعة الحوثيين ويضعف قدرتها على تغذية قبهات متزامنة في ذات القدرة وينهك قاعدة تغذيتها قاعدة البشرية وثالثا أيضا يجعل خطوط اندادها طويلة ومكشوفة أنت لا يمكن أن تموه أو تستطيع أن تداري قدرتك على تغذية الثلاثة أو أربعة قبهات مفتوحة ونشطة في آن واحد هكذا استراتيجية عسكرية دار فيها التحالف عملياتهم منذ مقتل صالح بتقدير أمر ناجح ومختلف وغير هوية العملية التي تقريف اليمن بشكل جديد ويخلق نتائج جيدة لأنه الآن نشهد كيف أن الحوثيين لا يستطيع إدارة ردود منسخة بشكل جيد في حال التقدم في البيضاء وفي حال التقدم في الساحل هذا يخلق أعتقد نتائج مهمة على الأرض وهو سراتيجية جيدة بالمعنى العسكري نعم لربما اللواء محسن خسروف رئيس دائرة التوجيه المعنى ويقال أن الساعات المقبلة والأيام ستشهد نشاطا كبيرا لقوات الجيش لتحرير بقية مديريات محافظة البيضاء برأيك سيد ماجد هل سيزيد التوتر لدى العناصر الحوثية الآن؟ بالتأكيد أنا بتقديري واضح أن الأولا المحافظة مثل البيضاء هي محافظة غير صديقة للحوثيين يعني البيئة الاجتماعية غير مرحبة لأسباب عدة لكن الحوثيين أخضعوها بالسيف والنار إذا صح الوصف وكان التحالف والشرعية منصرفة عنها لأن هناك فقوة كبيرة أو مربع أمني كبير ومكشوف له علاقة بسيطرة الحوثيين على بيحان عسيلان بعد غلاق هذا البوابة أو هذا المربع الأمني الواسع المكشوف يصبح نقل ثقل عملية التحالف والتقالة ببيضاء ممكن ومنطقيا ويمتلك فرص أعلى لنا يعني نحن نشاهدنا تحديدا تقدما مهما في مسألة عملية العسكرية بعد السيطرة على عقبة قنذع ومن ثم مديريتين ناطع ونعمان هذا الموطأ القدم الذي تشكل سريعا بعد إسقاط بيحان عسيلان هو بيشكل فعليا نقطة انطلاقك سريعة بتقديري لتحرير البيضاء تحرير البيضاء سيغير جغرافيا الحرب في اليمن أولا ينقل ثقل كل العملية العسكرية أخيرا إلى شمال اليمن ويفتح جبهة جديدة أنت بعد ما تسيطر على البيضاء أو تلغي تنهيئتها تبدأ تطل برأسك على على الجنوب العاصمة صنعة وعلى تحديدا محافظة الذمار وهذا وهذا مباغ وسيقطع هذا خطوط إمداد الحوثي في منتصفها وسيشكل هوية جديدة للسراع في اليمن